أهلا بحضراتكم مرة تانية. كلمنا خلاص عن مؤتمر الصحفي بكل تفاصيله وكل الحقائق. لكن خلينا بقى نتطمن شوية على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللي عنده موراة مهمة بكرة أمام الفريق المصري بالسلوم في كأس مصر. فعشان كده سريعا خلينا نروح لزماننا العزيز محمد توفيق مرهيس القناة الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يطمننا على آخر الترتيبات والاستعدادات لهذه المباراة الهمة يا توفيق. مساء الخير. مساء الخير الزميلة عزيز أمير هشام. تحاتي ديك وكل مشاهدي ومتابعة ترند في كل مكان. أهلا بك يا توفيق. أخير الترتيبات الخاصة بالأهلي قبل مباراة الغد الهمة وأبرز الكواليس التي تتعلق بهذه الاستعدادات. يعني في البداية أمير حابين نقول أن ده دور لـ 32 في كاس مصر الجديد. خلاص أننا عارفين أن الأهلي لسه عنده مباراة أخرى يعني مع بيرامز في الكاس الأديم هتبقى في كاس مصر في البطولة الأديمة أمير لكن ده دور لـ 32 في البطولة الجديدة مباراة هامة بإذن الله الفريق نادي الأهلي غدا أمام نادي المصري بيئة سلوم يمكن استعدادات على قدم وصاق هنا بيقودها الجهاز الفني بقيادة كابتن سامو أمصال المدارب العام للفريق خلال الفترة اللي فاتت طبعا نظر لغياب ميستر بيتسو ميسمان اللي كان بيحصل على دورة تدريبية في دولة المغرب الشقيقة يمكن في الأحزات اللي أكلميك فيها أمير اللاعبين لسه حالا دلوقتي داخلين هبقى فيه محاضرة فنية لجهاز الفني هيشرح فيها أبرز النقاط القوة والضعب فليه فريق المصر بيستردو وممكن زي ما احنا عايفين الفريق بلعب في الدور الممتاز بيه ولكن طبعا الجهاز الفني والإداري قدروا أنهم يحصلوا على شرائط فيديو كتير للفريق خلال اللعب الفريق وده الميران الأخير والرئيسي استعدادا بإذن الله للمباراة ومن بعدها إن شاء الله الجهاز الفني هيعلن قائمة من 22 لعب لدخول في معسكر مغلق بأحد فناندق القاهرة استعداد المباراة الغد بإذن الله والتي ستنطلق فيه تمام التسع مسان على استاد الأهل والسلام عايز أقول لك يا أمير يمكن مستر بيتس المسيمان يعني احنا منتظرين وصوله هنا لفرق النادي الأهل الرئيسي بالجزيرة لسه لم يتأكد بعد إن كان هايقود الميران النهاردة للفريق أم لا لكن لحد دوقتي اللي بيقود يعني الفريق هو كابتن سامو أمصان المدرب العام للفريق يمكن طبعا عارف لنجملة كبيرة جدا من الغيابات عدد كبير طبعا من اللاعبين الدولين المصريين مع منتخب مصري اللي هيسافر بعد قليل للعب مباراة ودهي أمام منتخب كوريا الجنوبية إن شاء الله اللي يكون مقرر لها 14 يونيو الجاري وكمان عندنا أقصى من اللاعب محترف من المحترفين الأجاني ممكن قال لي وديانج مع منتخب مالي علم علول في المنتخب التونسي وكمان بيرستاو مع منتخب جنوب أفريقيا إن شاء الله يبقى بكري يعني زي ما بقول ضرب البداية في بطولة جديدة ويكون الفريق بإذن الله موفق ويكون شغل الجهاز الفني خلال الفترة الماضية يمكن شوفنا مباراة ودهي أمام قوات الدفاع الجوي إن شاء الله يكون الشغل الجهاز الفني يبقى بان في المباراة البكرة وتبقى زي ما بقولوناه أمير في غيابة عالدة كبيرة جدا من دوليين نبقى بكرة إن شاء الله مباراة قويسة للنادي الأهل ومن بعدها إن شاء الله كمان وراءت إستير نكمبان إنها يمكن يوم الأربع المقبل بردو بدون الدوليين كل التوفير للنادي الأهلي وإن شاء الله تكون ضرب البداية قوية في بطولة جديدة أمير وإن شاء الله يعني زي ما نقول نركز بطولة الكاس ومن بعدها بطولة الدروي يبقى فتحة خير بإذن الله على فريقنا دي العالم بإذن الله توفيق أنا بشكرك شكرا جزيلا زي ما لنا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الأهلي مقر الأهلي بالجزيرة قال لنا تفاصيل ما قبل مواران الأهلي الأخير النهاردة استعداد الموارات الغد ألهمة أمام فريق مصري بالسلوم في دور 32 من بطولة كأس مصر الجديد لأنه فعلا ده توضيح مهم جدا جماعا عشنا نلعب اثنين كاس مصر فحاجة أو مرة تحصل في التاريخ تلعب اثنين كاس مصر انت هتلعب دلوقتي مع مصري بالسلوم في الكاس الجديد وبعدها هتلعب بيراميدز بعد مطش الزمالك في الكاس القديم فعشان ما نلخبطش كده يفضل متابعين مع بعض عشان إيه الدنيا متدخلش في بعضها في الحقيقة فإن شاء الله الأهلي يكون موفق في بداية مرحلة جديدة بإذن الله تكون مليئة بألقاب وبطولات جديدة تضاف لدولاب بطولاته المليء والمليء بهذه الإنجازات